هنا في الموضوع ده تحديداً أنا حابب بأنني أوجه الشكر لأحد أعضاء مجلس دارة الاتحاد دكتور أهاب الكومي اللي طلع في برنامجه عنده برنامج في قناة الإصادة البلد وقال بكل وضوح أن النادي الأهلي هو أكثر الأندية الملتزمة في تعاملاتها مع الاتحاد المصري لكرة القدم سواء في القيد أو أي تفاصيل إدارية أخرى كمان أندية المؤسسة العسكرية ده مش كلامي ده كلام أحد المسؤولين اللي ليس له علاقة ولا بأهلي ولا بغيره التصريح ده فيه ناس كتيرة محتاجة أنها تقف عنده الأهلي الأكثر التزاماً بكل اللوايح في تعاملاته مش بس في التحاده مش مع التحاد كرة القدم وإنما مع جميع الجهات اللي بيتعامل معها والنتيجة واضحة نجاح واستقرار والشهادة المرة دي جاية من أحد أعضاء اتحاد كرة القدم اللي هو بيشتكي وبيقول اتحاد كرة القدم يعني بيشتكي وبيقول مش عارف أحصل مديونيات الأندية وفي الآخر بيفتح القيد ليهم طب ما حضرتك كده بتجني على منظومة الكرة المصرية وعلى اللاعبين وعلى أندية بتعيش على بيع بعض اللاعبين المميزين وخلي بالك ما هو ما دفعش فلوس الحكام كان منتظر أن ياخد المديونية ويدفع فلوس الحكام فالحكام دلوقتي عندهم مشكلة وعندهم مديونية كبيرة فلما يكون نادي مثلا عنده مشاكل مالية لازم تقوله حل مشاكلك وسد ديونك هو ده السيستم في اتحاد كرة القدم في أي مكان في العالم يعني لكن الغريبة أن اتحاد الكرة عامل نوع من التعتيم على طبيع التعاملاته في فترة القيد الحالية ما عرفش ليه يعني لما أندية ممنوعة من القيد واتحاد الكرة مخبي وبتعامل وكأن ما فيش حاجة كأن ما فيش حاجة تيجي أندية تانية صغيرة تعمل معاهم صفقات واتبع لهم لعبين وفجأة ما يلقوش ولا لعيبة ولا فلوس وجهة نظري أن هنا اتحاد كرة القدم بيتحمل المسئولية فعشان تخلي مسئوليتك وما تصدرش مشاكل لللاعبين والأندية لازم تعمل بشفافية ترجمة نانسي قنقر